نجحت هيئة ميناء دمياط في إنقاذ سفينة حاويات والتي تعرضت لعطل مفاجئ في الماكنة الرئيسية لها على بعد يبلغ نحو ثمانية ميل بحري من ميناء دمياط وكانت السفينة المصرية والتي يبلغ طولها مئة وثلاثة وثلاثين متر وغطاصها ستة أمطار قد أطلقت استغاثة لعدم تمكنها من الابحار والوصول للميناء هذا وقد قامت هيئة الميناء بدفع بقاطرتين ولونش إرشاد حيث تم قطر السفينة بنجاح وأمان تام وتم تركها برصيف رقم ستة استعددا لتفريغ حمولة السفينة تمهدا للبدء في عملية الإصلاح لمحركاتها